ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتاريش الدولة المانحة بضامان استمرارية عمليات وكالة غاوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين أونروا جاءت تلك المناشدة بعدما علقت الكثير من الدول المانحة تمويل الأونروا بسبب اتهمات الاحتلال الاسرائيلي بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضلعين في هجوم السابع من أكتوبر مناشدة جديدة تأتي في ظل أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات التي تواجه قطع غزة فقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتاريش باستمرار تمويل وكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جوتاريش ناشد الحكومات التي علقت مساهمتها في الأونروا بأن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات المنظمة بعدما علقت الكثير من الدول تمويلها لها بسبب اتهمات إسرائيل لعدد من الموظفين في الوكالة بضلوعهم في أحداث السابع من أكتوبر جوتاريش أعلن إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا متهمين بالضلوع في الأحداث مشددا على أن أي موظف بالأمم المتحدة متهم سيخضع للمساءلة بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية في غضون هذا قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في ظل ظروف الحرب الرهنة في قطاع غزة هو قرار يهدد عمل الوكالة الإنسانية المستمر في جميع أنحاء المنطقة وتحديدا في قطاع غزة المنكوب مفوض الأونروا أعرب عن صدمته حسب قوله من تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين خاصة في ضوء الإجراء الفورية الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف هكذا أكد المفوض الأممي وأضاف أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة